اشتركوا في القناة يشرفني وبالأصالة عن نفسي وعن أهالي المحافظة الشمالية أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه أطيب التحيات وصادق الولاء والأمنيات مبتهلا إلى الله العلي القدير ونحن في العشر الأواخر من شهر رمضان شهر التوبة والغفران أن يتقبل منا ومنكم الصيامة والقيام وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد العرب والمسلمين من شر البلاء والوباء ويديم علينا نعمة الأمن والأمان لطالما عودتمونا جلالتكم بخلقكم العظيم وجريا على عادتكم الحميدة في هذا الشهر الفضيل أن نلتقي بجلالتكم بمعية أبناء شعبكم المخلص في رحابي مجلسكم العامر وكان لان شرف التواصل مع جلالتكم هذا العام أيضا بالرغم من الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا من خلال فرصة التشرف بمخاطبة جلالتكم عن بعد معبرين عن بالغ الشكر وعظيم العرفان لخطابكم السامي في هذا الظرف الاستثنائي ومحتوى من محبة صادقة ومودة فائقة لشعبكم الكريم سيدي صاحب الجلالة لقد سطرتم أروع الأمثلة في وقفتكم القيادية الإنسانية والتاريخية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين على أرض التسامح والمحبة والسلام كما أن حرص جلالتكم وتوجيهاتكم السديدة التي بفضل الله ولطفه ورحمته حمت البلاد والعباد من تداعيات هذه الجائحة العالمية مثمنين عاليا حكمتكم البالغة في معالجة كل تداعياتها من خلال جملة من القرارات والمراسيم التي صدرت كالعف عن عداد كبيرة من المحكمين وتوجيه الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية لمنح التسهيلات والإعفاءات المالية عن الكهرباء والماء وتأجيل القروض وغيرها الأمر الذي كان له بالغ الأثر في تخفيف وطأة الضرر عن كاهل المواطن في ظل هذه الظروف الحارجة ليسعنا جلالتكم في هذا المقام إلا أن نعبر عن بالغ الامتنان والعرفان لحكومتكم الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه وإلى ابنكم البار صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء رئيس اللجنة التنسيقية حفظه الله ورعاه لدور سموهما البارز والمميز في قيادة وتوجيه الوزارات والجهات الحكومية وإدارة واحتواء الأزمة بكل حنكة واقتدار وذلك بشهادة العالم أجمل والشكر موصول إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية الذي صنع من التحدي فرصا لزيادة مكاسب التلاحم الوطني عبر تتشينه حملة فينا خير لتعزيز جهود المملكة في مكافحة الفيروس والمساهمة في مواجهة التحديات المالية على الاقتصاد والمجتمع من خلال العمل الإنساني والخيري سيدي يسعدنا في الختام أن نبتهل إلى الله العلي القدير أن يمتع جلالتكم بموفور الصحة والعافية ويطيل عمركم ويكشف هذه الغمة عن بلدنا الحبيب إنه سميع مجيب معاهدين جلالتكم أننا على العهد باقين ولتوجيهاتكم حافظين وعلى مثاق القسم سائرين والله يحفظكم ويرعاكم ويسدد على طريق الحق خطاكم إنه نعم المولى ونعم النصير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر